موسيقى فخامة الرئيس يؤكد التزام الدولة بالتدخل العاجل لضمان استقرار العملة الوزير العكبري ترأس اجتماع مجلس وزارة التربية لمناقشة سير العمل التربوي والتعليمي موسيقى ومحافظ حضرماوت وجه بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية من اليوم حتى إشعار آخر موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة من تلفزيون حضرماوت والبداية معك على نبدأ نشرتنا مع خبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليبي الذي استقبل سفير جمهورية فرنسا جان ماري صفا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأفاق تعزيزها في مختلف المجالات والموقف الفرنسي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية اللقاء تطرق أيضا إلى الجهود الإقليمية والدولية لإحياء العمليات السياسية واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بموجب المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وأهمية تكامل تلك الجهود مع مساعي المملكة العربية السعودية الشقيقة وأشاد فخامة الرئيس بموقف باريس الداعم للمجلس والحكومة وصول إلى جهودها الأخيرة في تسهيل حصول البنك المركزي اليمني على الدفعة الثانية من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي والدورة المتقدم للسفير جماري صفا في فهم القضية اليمنية ودعمها وحق الشعب اليمني في بناء دولته وأكد الرئيس العليمي حرص المجلس على الوفاء بالتزامات الدولة واستعادة السيطرة بشكل عاجل على أسواق الصرف وإمدادات السلع والخدمات الأساسية وفي المقدمة قطاع الكهرباء بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اجتمع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الدعارية اليوم في العاصمة المؤقتة عدد بطلاب العسكريين المبتعثين إلى جمهورية السودان الشقيقة وزير الدفاع استمع من الملحق العسكري لبلادنا في السودان اللواء الركن أحمد الشعنى والطلاب المبتعثين إلى مستجدات أوضاعهم نتيجة الأحداث المؤسفة التي تشهدها السودان ونتج عنها توقف الدراسة في الكليات العسكرية ونقش الاجتماع عملية ترتيب أوضاع الطلاب الدارسين في الكليات الحربية والجوية والبحرية والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسوية أوضاع من كانوا على وشك التخرج وأكد وزير الدفاع العمل على استيعاب الخبرات العسكرية من المبتعثين الخريجين المتميزين في الكليات الحربية والجوية والبحرية للعمل في الكلية العسكرية ونقل الخبرات والمعارف العسكرية لطلاب الكلية ترأس وزير التربية والتعليم طارق العكبر اليوم بالعاصمة الموقتة عدن اجتماعا لمجلس قيادة الوزارة ذلك للوقوف أمام مجمل سير الأوضاع التربوية والتعليمية الوزير العكبري شدد على العمل بصورة أكبر خلال المرحلة القادمة وتجاوز أي أشكالات توجه سير العملية التعليمية ومعالجتها والتهيئة للعام الدراسي الجديد مؤكدا على روح الفريق الواحد وخلق بيئة مناسبة للعمل في الميدان التربوي والحفاظ على استمرارية التعليم باعتباره مسؤولية وطنية كبيرة وأشار الوزير إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج المناسبة لمختلف القطاعات والأجهزة بالوزارة ورفع تقارير الأداء والإنجاز والعمل مع مختلف الجهات وفقا لاحتياج الميدان التعليمي المعتمد من الوزارة لافتا إلى أن العملية التربوية والتعليمية تتطلب المزيد من الجهد والتكاتف والتعاون ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور صفا معطي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الدكتور بحيبح اطلع على آليات عمل الجهاز وكيفية التعامل مع الرقم الإحصائي وترجمته لبيانات تخدم القضايا التنموية والخطط المستقبلية للجهاز المتبعة وفقا والمعايير الدولية وأكد وزير الصحة ضرورة توحيد البيانات الرقمية والاستفادة من بيانات حملات التحصين في المعادلة السكانية داعيا إلى تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة وتوحيد المعايير المنهجية في العمل باعتبار أن المعلومة للجميع وجه محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية بالتزامن مع تواصل نهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة حتى إشعار آخر وفي اتصال هاتفي وجه المحافظ مديري فرع البنك المركزي بالمكلة وسيئون بمراقبة محال الصرافة وتوجيهها بإيقاف عملية البيع وشراء للعملات الأجنبية كافة سواء بالنقد أو عن طريق الشيكات أو داخل حسابات العملاء ابتداء من اليوم حتى إشعار آخر مع بقاء التعامل باستلام الحوالات في محال الصرافة وشدد محافظ حضر موت على الأجهزة الأمنية بمراقبة يتجاوز لعمليات بيع العملات الأجنبية في عموم حضر موت ترأس محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي اليوم بالمكلة اجتماعا للجنة فتح المضاريف بساحل حضر موت اللجنة استعرضت في الاجتباع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي العطاءات المقدمة من المتناقصين بشأن مشروع توريد أدوية كيموية وبيولوجية للمركز الوطني لعلاج الأورام بالمكلة للربع الثاني من العام الجاري وأحالت لجنة فتح المضاريف العروض المقدمة إلى اللجنة الفنية للتحليل والمراجعة والتقييم الفني والمالي لدراستها وتقييمها وشدد محافظ حضر موت على أهمية التزام المتقدمين بالشروط والمواصفات المعتمدة بوثائق المناقصة والإفاء بمجاء في التحليل والتدقيق في عملية اختيار الأدوية الأصلية وذات الجودة العالية للتخفيف عن مرض السرطان اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي على أوضاع مدريتي عمد وحريضة بحضور المدير العام للأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد الركن عبدالله بن حبيش وقام المحافظ بجولة في أنحاء المدريتين وعقد لقاء موسعا بمدرية حريضة ضم قيادتي السلطة المحلية بالمدريتين مستمعا منهم إلى متطلبات ابناء حريضة وعمد وعلى وجه الخصوص في قطاعات الكهرباء والأمن والصحة معجها بحلحالة عدد من المشكلات اليومية التي يعانيها أهالي المنطقة شارك محافظ حضر موت الأستاذ موخوط مبارك بن ماضي في تشجيع جثمان الشخصية الوطنية والإدارية والتربوية الشيخ مبروك بن سالم بن سويدان شيخ قبيلة الماضي الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء في ميدان العمل المجتمعي والإداري والخيري والتربوي المحافظ بن ماضي شارك أبناء الفقيد في استقبال العزاء بمنطقة طمحان بمدرية عمد من جموع المعزين الذين حضروا من مختلف مدريات المحافظة مقدمين واجب العزاء لأولاد الفقيد وآل سويدان وبن ماضي وبني هلال كافة وأعرب محافظ حضر موت خلال لقائه أولاد الفقيد وعدد من أفراد أسرته عن عميق حزنه وألمه بوفاة الشيخ مبروك بن سالم بن سويدان الذي لعب دورا في توحيد الصفة وتقديم المصلحة العامة سائلنا مولى تعالى أن يشمله بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته وعلى صعيد التحضيرات الجارية لمهرجان البلد السياحي استقبل المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضر موت ماهر بن صالح مساء أمس بمدينة المكلة عددا من مبدعية الفن اليمنية لوصلنا إلى المدينة للمشاركة في أحياء الاحتفالات الفنية التي تنظمها السلطة المحلية احتفاءا بمهرجان موسم نجم البلد السياحي للعام الجاري حيث وصل الفنان عوض بن ساحب والفنانان الصعدان عمر ياسيل وهاجر نعمان للمشاركة في أحياء الحفلات التي ستقام احتفاءا بهذه المناسبة التي تعد مهرجانا يستقطب السياح من مختلف محافظات الجمهورية للاستمتاع بهذه الظاهرة البحرية المتمثلة في برودة البحر والمرتبطة بتقوص علاجية واستشفائية توارثتها الأجيال المتعاقبة نريد اليوم بوصولي لمدينة المكلة لحضور فعاليات مهرجان البلدة وإن شاء الله يكون فعالية طيبة وتخدم المدينة وأيضا تكون رافض للصواح ويكون المهرجان هذا إن شاء الله نقلة نوعية في طمأنان البلد وأمانها والناس تفهم وتعرف أن البلد بخير إن شاء الله وليه الشرف أنني أكون متواقدة مع هذا القمهور العظيم طبعا قمهور المكلة وحضر موت بشكل عام وليه الشرف كمان أني مشاركة معهم في مهرجان البلدة وإن شاء الله الحفل يكون عند حصن ظننا القميع وينال استحسانكم وأوقيه لهم رسالة قمهورنا الحبيب في المكلة وفي حضر موت عبر تلفزيون حضر موت تعالوا الحفلة وكونوا كثير وإن شاء الله تعقبكم الحفلة وإحنا ننال استحسانكم بالمغنى يعني أنتم أهل الفن وأهل المغنى فإن شاء الله نكون مقدة المسؤولية طبعا سعداء اليوم جدا جدا بوصولنا إلى محاوطة حضر موت الحمد لله برفقة الأستاذ الكبير الفنان عوض بن ساحب وزوغتي الفنان هاجر العمان وسعداء أكثر نحن بنقابل القمهور حضر موت القمهور الذويق القمهور الليملك حس فني مرهف ودائما أغلبية الفنانين لما يبدأ يطلع من حضر موت وتقييم القمهور الحضرمي للفنان وهو تقييم كبير بالنسبة لأي فنان يعتبر شهادة فإحنا اليوم مجينا زي ما تقول ناخذ هذه الشهادة من القمهور الحضرمي وإن شاء الله نكون نقدم المستوى ونقدم حفلة تليق بهذا القمهور العظيم وتليق بمهرجان البلدة إذن على بدأت مباهج البلدة بحضور هؤلاء نجوم الفن اليمني ليحيوا مهرجان البلدة السياحة ويكون أيضا المهرجان أنمودج لتكون حضر موت عنوانا للسلام وأيضا تجدب السياحة والاستثمار نعم ونتمنى أن يستمتع الجميع بهذه الاحتفالات نعم إذن مشاهدنا الكرام ختام النشرة إلى أبرز العنوين فخامة الرئيس يؤكد التزام الدولة بالتدخل العاجل لضمان استقرار العملة الوزير العكبرية ترأس اجتماع مجلس وزارة التربية لمناقشة سير العمل التربوي والتعليمي محافظ حضر موت توجه بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية من اليوم حتى إشعار آخر ولمتابعة المزيد من نشارتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت بالختام شكرا لكم على حسن المتابعة والإصلاف في أماننا تلفزيون حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي 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 تلفزيون حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي